رئيس أردوغان يهدد اليوم الاحتلال الإسرائيلي بالتدخل العسكري ويذكر الجميع بما حدث في كربا بأزربيجان وأنه كيف كان هناك دورا فاعلا للتدخل التركي في تحرير إقليم كربا من أيدي جنود أرمينيا وذكر أيضا الجميع بالدور التركي الفاعل في الأراضي الليبية ويقول بأنه من الممكن أن نكرر الأمر ضد إسرائيل لا يوجد عمل يصعب علينا فعله وطالب الجميع داخل تركيا بالعمل على التحلي بمزيد من القوة حتى يكون هناك ردع للاحتلال الإسرائيلي إذا ما أراد أن يطمع في أي شبر من أرجاء الدولة التركية إذن رئيس أردوغان كلماته واضحة يعتبر الاحتلال الإسرائيلي دولة عدو وخطر على الوطن التركي طبعا هذه التصريحات سببت حالة من حالات الجنون لدى الاحتلال الإسرائيلي ويطالبون بطرد تركيا من حلف الناتو ويهددون أردوغان بمصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لكن الدولة التركية ردت على الاحتلال الإسرائيلي وذكرت بأن مصير بن يمين نتنياهو سيكون مثل هتلر وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية هاكم في دان وزير الخارجية أشار إلى أن أردوغان هو صوت الضمير الإنساني وأن الإسرائيليين يعيشون الآن حالة هلع كبيرة للغاية موسيقى